بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى عشرة المرسلين نوصل اليوم في شابتة 4 نشوف اللتشاب 4-2 نشوف الفرست مومنت أوف أريا عند لينز نبدأ بالفرست مومنت أوف أريا ناخد نفس العلاقة اللي شبناها قبل أنه المومنت تبع الـ W يساوي مجموع المومنت تبع كل دلتا و ما دام عندي هنا الصم وعندي دلتا وفهذا يساوي التكامل لـ D-W الـ W الموجودة عندي هنا أنا عارفها γاما تي إيش لها قبل والـ D-W هنا ما دام عندي دلتا D-W فهنا سيكون عندي تي إيه إذن هذه هي الموجودة عندي هنا اللي هي D-W طبعا أنا عندي قلنا أنه الـ homogenesis اللي بلايت إنه متجانسة إذن لها نفس الكذافة وأنها عندها نفس السماكة ما تتغير منها uniform إذن نختصر هدولا من الطرفين يبقى عندي X bar A تساوي X dA وهذا هو الـ Q Y نسميه first moment with respect to Y نفس العلاقة الموجودة عندي هنا إذا أخذنا اللي هي Y bar A تساوي التكامل هذا يساوي Q X هو first moment with respect to X هل قدرنا نشوف بالنسبة للـ line أو الـ where نفس العلاقة كانت موجودة عندنا لكن هنا W تساوي gama L A DW تساوي gama A DL نختصر لأنها homogenesis cross sectional area هو نفسه مقطع نفسه إذن ما يبقى عندي إلا X L ساوي التكامل X dL اللي هو هذا Q Y وهذا اللي هي Q X هل لا يقول لك إن عندنا area نفترض هذا يقول لك إنها ممكن إنك تقول إنها symmetric نفترض حوالي خط B B' B' متى لما يكون عندك نقطة P في هذا الطرف لازم تكون فيه نقطة P' في الطرف الثاني ويكون الخط الواقع عليه P' هذا عمودي على B' هنا ناخذ نقطة هذه النقطة وإن نقطة المقابلة لها هذه ولما تأخذ الخط الموجود عليهم تجدها عمودي على B' و B' بالنسبة ل هذا الشكل لما تكون عندي Delta DA فهتكون فيه عندك DA' في الطرف الثاني مساوية لها لكن على جهة X لاحظة أنا عندي هنا B & B' B & B' هذولا هم الخط Symmetry هذا المثلث هذا الشكل I' يقول لك أن The first moment with respect to this line B' أنه يساوي الصفر لأن لحظة نفس الأرية الموجودة في هذا الطرف هي نفس الموجودة في الطرف الثاني هو يقسم الشكل إلى قسمه يقول لك أن إذا كانت أي شكل أو مساحة تمتلك خط Symmetry مثل B' هنا أو هنا ذا لا محالة السنترويد موجودة على هذا الخط السنترويد هنا نعرف أنها موجودة على B' هنا كما نعرف أنها موجودة عليه لكن نقول لك إذا كان هذا الأرية تمتلك خطين Symmetry فالسنترويد موجودة خطين Symmetry هنا لاحظ هنا يوجد هنا يوجد هنا يوجد D' إذا موجود السنترويد موجودة عند تقاطعهم نفس الشيء هنا لكن هنا ما يكون عندك Symmetry لكن تناظر لكن حوالين نقطة O الموجودة هنا فمعناها أن إذا كان عندك هنا D'A ففيه D'A مثلا على X'Y في X'Y موجودة D'A أخرى مقابلة لها مثلا نلاحظ هنا في هذه النقطة هذه النقطة وين موجودة هذه النقطة مقابلة بالطرق الثاني طب وين موجودة السنترويد بهذا الشكل اللي عنده النقطة التناظر موجودة عند السنتر هذا هذه النقطة نفسها كمان تمثل السنترويد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته